السعودية الناس الشايفين هذه الان والناس اللي بتكلموا فيها بلد ما كان لا كان فيها ظلط ولا ناس اكتشفوا بترول كويس ولا فيها اراضي مطرية ومروية وسافنة ولا فيها مراعي ولا فيها ثروة حيوانية ولا فيها معادن الكلام ده كل ما فيه لكن ربنا سبحانه وتعالى بفضل دعوة التوحيد ربنا سبحانه وتعالى رفع هذه البلد وصارت قبلة للمسلمين وصار كل من اراد ان يحسن حتى وضعه الشخصي خرج وهاجر وبحث عن الشهادة او عن العمل وصنع له زي ما بقولوا اسم اشنو الزيارة ولا اشنو كويس ومرك وماش يشتغل هناك ده كله بيسبب شنو ده بيسبب التوحيد نحن والله في السودان ما ينقصنا الا ان نخلص الدين والعبادة لله سبحانه وتعالى ولا يغير ذلك الا انسان شاب واعي فاهم لدينه ليس انسان بهيمي همه الكبير ان يحيا وان يقرأ وان يتخرج وان يأكل وان يشرب وان ينكه وان يلعب وان يسمع الغناء وان يفعل وان يفعل من هبوء من هموم الناس الهابطة الا من رحم الله لكن دي اخواننا رسالة لأي زول موجودة الان يسمع هذا الكلام انه دي اخواننا دي رسالة للناس كل هؤلاء الناس فشلوا وكل هؤلاء الناس كانوا سبب في ضياعك انت وكانوا سبب في تأخرك انت وكانوا حاجز وحاجب بينك وبين ان تكون انسان مقدم وانسان تمشلي قدام ولن ينصلح على الناس الناس بتكونك رشاوي الناس بتكونك شكاية في شغل الناس بتكونك في محسوبية الناس بتكونك في مشاكل عنصرية الناس بتكونك في مشاكل اجتماعية الناس بتكونك في فقر الناس بتكونك في اكل الناس بتكونك في حروب كل هذا لن ينصلح الا بالرجوع الى هذه الدعوة الصحيحة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم نريد ان نرجع بالناس إلى 1400 سنة حيث كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ونكون وهذا لا يمنع إنه الإنسان يقرأ وإنه الإنسان يتعلم وإنه الإنسان يتقدم في أمور دنيته ما أفضل سأل الناس فيه متى عشان ما يكون الغباء بتاع التنظيمات اللي قاعد تتكلم جيك واحد هنا بعد نقول له الكلام ده كله يجيك مفنوس آه هس انت بتتكلم بالمايك ليه عشان انت تزال انت ما عارفني من قبل قاعدان بحلشنه هس أنا جيت قلت لك قلت لك ما تأخذ بسبب من أسباب تقدمك المادي أنا جيت قلت للناس يا أخوانا راح يلا أمر قفلوا الداخلية نقفل الجامعة جينا دعونا الناس يا كده جينا قلنا ليه خليك إنسان عندك عقيدة خليك إنسان عندك اعتزاز بيدينك وادخل إلى هذه الحياة والذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور هو الذي سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه قال النبي صلى الله عليه وسلم أنتم أعلم أو قال أدرى بشؤون دنياكم أعمل في دنيتك الدائرة فهمت؟ لكن في أمر الدين الواجب عليك أن تكون على ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن قتلت وحرق لأنه في ناس دائرين الدين دا دائرنا الدين لما يكون ما في مشاكل ربنا قال ومن الناس من يعبد الله على حرف أي على تقلب فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة إن قلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين ولذلك ابن عباس رضي الله عنهما كما في البخاري قال سبب نزول هذه الآية أن الرجل من أهل قريش كان إذا نتجت إبله يعني ولدت وولدت زوجته غلاما قال هذا دين خير وإن ولدت امرأته أنثى ولم تنتج الإبل قال هذا دين سوء كويس؟ نحن دارين يا أخواننا إنسان يعتز به دينه ويصبر على دينه ربنا قال ألف لأميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ربنا قال ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين ربنا سبحانه وتعالى قال أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين ربنا سبحانه وتعالى قال أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله بالله يشوف الأوقات الحرجة التي مر بها الرسل صلوات الله وسلامه عليهم وأنهم ما نجوا من أعداء الله ومن أعداء الأديان التي شرعها الله سبحانه وتعالى ما نجى منها خيرة الناس رسول الله ولذلك يا أخوانا الدين دا ما بيجي بالدهنسة زي ما بقوله الدين دا بيجي دا يرليه ناس رجال ربنا قال رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبة ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديله الإنسان يكون مع الدين حيث ما مال به الدين يمل الإنسان يكون مع الدين يزن به الأمور لا يزن الدين بالأمور فهمتك؟ أنت كده بتكون إنسان ثابت في الدنيا والآخرة وتكون إنسان لك الأمن في الدنيا والآخرة ولك الهداية في الدنيا والآخرة منبرنا دا والمنبر والمواضيع كثيرة جدا ممكن الناس تناقشها دي أهم قضية وأول قضية دارين نفتتح بها المنابر وإن شاء الله نعيد الناس إن شاء الله في مقبل الأيام ومقبل المنابر أنه ستشهد كثير من مناقشة الأفكار ومن الأحداث ومن غيرها من الأمور ممكن نفتح فرصة إذا في إنسان دار يدخل للمداخلات أو الحوار والنقاش صية القحطان بالله قولوا كلما أنشدتم رحم الإله صداك يا قحطان